بسم الله الرحمن الرحيم أحبابنا طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية وهو بعنوان قيم ومواقف من خطاب حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر في جزئه الأول وبداية فلنتوقف قليلا مع أهداف الدرس ففي هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يستخلص الفكرة الرئيسة والفرعية المتضمنة في النص وأن يشرح معاني المفردات من خلال السياق وأن يحدد العلاقة اللغوية لبعض مفردات النص وأن يستنتج الغرض الرئيس لخطاب سمو الأمير ولننتقل معا عزيزي الطالب إلى الصفحة الثامنة والستين من كتابك المدرسي ولنتصفح النص معا لنستكشفه من خلال الآتي مناسبة النص نوع النص وسيرة سمو الأمير كاتب النص وكذلك من خلال المفردات المشروحة فقد ألقى صاحب السمو هذه الكلمة للحديث عن الوضع في أثناء الأزمة الخليجية والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل هذه الأزمة التي انتهت بالصلح وهذا النص وهذا النص كما ترون إنما هو خطبة ألقاها الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقد شرحت لكم المفردات التالية الانزلاق بمعنى الانجرار والسقوط مكام بمعنى مصادر ومفردها مكمن روية بمعنى النظر والتفكير في الأمور الاتكالية بمعنى الاعتماد على الآخر تلاحم بمعنى ترابط وتساند ولمزيد من التعريف بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني فقد ولد في مدينة الدوحة في الثالث من يونيو سنة ثمانين وتسعمائة وألف والتحق بمدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة بعد أن أنهى دراسته الإعدادية وحصل على الشهادة الثانوية العامة عام سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ثم أكمل سموه تعليمه العالي بالمملكة المتحدة فالتحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية وتخرج فيها عام ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ثم التحق سموه بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية يتمتع سموه بشخصية قيادية قوية أهلته ليكون وليا للعهد في الخامس من أغسطس عام 2003 كما عين نائبا للقائد العام للقوات المسلحة ومنذ ذلك اليوم ظل يعمل مع سمو الأمير الوالد ويكتسب منه خلاصة حكمته وخبرته ثم تولى حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد يوم الخامس والعشرين من يونيو لسنة 13-2000 للميلاد والآن عزيز الطالب اقرأ النص قراءة صامتة فاهمة في الصفحة التاسعة والستين لتستخلص أفكاره الرئيسة والفرعية وتتعرف معاني بعض الكلمات وتجيب عن الإسئلة الآتية ما ألقى صاحب السمو هذا الخطاب لمن وجه صاحب السمو خطابه ما هي المحاور الرئيسة لخطاب صاحب السمو وكيف واجه الشعب القطري أزمة الحصار وما الذي أعجب به سمو الأمير في خطابه والآن عزيز الطالب بإمكانك إيقاف هذا العرض ثم قراءة الفقرة المعروضة قراءة صامتة بشكل جيد لاستنتاج فكرتها الرئيسة وأفكارها الفرعية وإليك معاني بعض الكلمات فيها عقلانية أي اتباع العقل وتقديمه على العاطفة أعراف ومفردها العرف وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم الانزلاق والمقصود به الانجرار والسقوط أما الفكرة الرئيسة فهي الاعتزاز بالتعامل الأخلاقي للمجتمع القطري مع الأزمة والأفكار الفرعية هي تقييم المرحلة والتخطيط للمستقبل الواعد النجاح الأخلاقي للشعب القطري في التعامل مع الأزمة الدعوة إلى الاستمرار بالتعامل الأخلاقي وعدم الانجرار إلى ما لا يليق الفقرة الثانية وإليك معاني الكلمات فيها مكام والمقصود بها مصادر ومفردها مكمن روية أي النظر والتفكير في الأمور والجمع روايا أما فكرة الفقرة الرئيسة فهي الاستفادة من الأزمة واستكشاف جوانب القوة في المجتمع القطري والثقة بقوة الحكومة والأفكار الفرعية هي الوعي السياسي لدى الشعب القطري الاستفادة من الأزمة استكشاف جوانب القوة لدى الشعب القطري الثقة بقدرة الحكومة على توفير الاحتياجات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وحماية الوطن الفقرة الثالثة وقد ورد فيها تعبير قوتنا الناعمة فما المقصود بهذا المصطلح؟ صحيح القوة الناعمة هي وسائل وأدوات التأثير التي تستخدمها الدولة للدفاع عن نفسها أو لبسط نفوذها دون اللجوء إلى العنف وفكرة هذه الفقرة الرئيسة هي فتح آفاق الاقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير مؤسسات الدولة والأفكار الفرعية فيها فتح المجال للاستثمارات والمبادرات تحقيق الاستقلال الاقتصادي تطوير مؤسسات التعليم والبحث والإعلام ومصادر القوة الناعمة التطوير بالتعاون مع المقيمين في دولة قطر الفقرة الرابعة وقد ورد فيها تعبير الانفتاح الاقتصادي فما المقصود بالانفتاح الاقتصادي؟ صحيح، الانفتاح الاقتصادي هو تخفيف القيود التي يشتغل في ظلها الاقتصاد، مثل القيود على الاستيراد والاستثمارات الخارجية تشخيص، والمقصود بالتشخيص التعين والتمييز أما الاتكالية فهي الاعتماد على الآخر وفكرة الفقرة الرئيسة هي الدعوة للانفتاح الاقتصادي ودعم ذلك بالاجتهاد والإبداع والوعي الوطني والأفكار الفرعية هي تنويع مصادر الدخل وتحمل المسؤولية الأزمة ساهمت في تعيين العقبات واتخاذ القرارات المناسبة للتغلب عليها الحث على الإبداع والاجتهاد والاعتماد على النفس دور الروح التي أظهرها القطريون في الأزمة في تحقيق الأهداف المرجوة الفقرة الخامسة وإليك معاني بعض الكلمات فيها الاحتكار ويقصد بالاحتكار الاستفراد بالتحكم في شيء ما أما في الاقتصاد فيقصد بالاحتكار السيطرة على الأسواق والقضاء على المنافسة تلاحم والمقصود به الترابط والتساند أما الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة فهي توجيهات سمو الأمير لسد النواقص وتصحيح الأخطاء ومن الأفكار الفرعية توجيه سمو الأمير بالانفتاح الاقتصادي وتوجيه سمو الأمير بتخصيص عائدات الغاز للاستثمار من أجل الأجيال القادمة وتوجيه سمو الأمير لتعميق التعاون مع الدول الأخرى وأخيرا إشادة سمو الأمير بتكاتف الشعب القطري والآن عزيزي الطالب لننتقل معا إلى الصفحة الرابعة والسبعين من كتابك المدرسي ولنحاول أن نحل معا التدريب الثاني من تدريبات الفهم والتحليل يقول السؤال صغ فكرة رئيسة تعبر عن كل فقرة من فقرات الخطاب الآتية الفقرة الأولى صحيح الاعتزاز بالتعامل الأخلاقي للمجتمع القطري مع الأزمة الفقرة الثالثة فتح آفاق الاقتصاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير مؤسسات الدولة الفقرة الخامسة توجيهات سمو الأمير لسد النواقص وتصحيح الأخطاء السؤال الثالث دفعت هذه الأزمة المجتمع القطرية إلى استكشاف قيمه الإنسانية ومكامن قوته أذكر ثلاثا من قيم الشعب القطري التي أظهرتها الأزمة صحيح احترام الأصول والمبادئ والأعراف سيادة روح المحبة والألفة بين أبناء الشعب القطري التكاتف والتلاحم والتعامل مع الأزمة بشكل حضاري ما أهم جوانب القوة التي يمتلكها القطريون وما المقصود بالقوة الناعمة صحيح يمتلك الشعب القطري جوانب قوة كثيرة ومنها الحس السليم والوعي السياسي بالإضافة إلى الاقتصاد والمؤسسات التي لها تأثير عالمي كمؤسسات البحثية والإعلامية أما القوة الناعمة فهي وسائل وأدوات التأثير التي تستخدمها الدولة للدفاع عن نفسها أو لبسط نفوذها دون اللجوء إلى العنف مثل المؤسسات الإعلامية السؤال الرابع في الصفحة الرابعة والسبعين ذاتها لقد كان هذا امتحانا أخلاقيا حقيقيا وقد حقق مجتمعنا فيه نجاحا باهرا ألف على ما يدل هذا التوصيف للأزمة صحيح يدل هذا التوصيف على اعتزاز سمو الأمير بشعبه وثقته بهم وفخره بأخلاق الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر وسعادته بالتعامل الحضاري مع الأزمة باء أذكر ثلاثة من الأدلة على النجاح الذي حققه المجتمع القطري في مواجهة الأزمة تماما من الأدلة على النجاح الذي حققه المجتمع القطري في مواجهة الأزمة الثبات على الأصول والمبادئ واحترام الأعراف وعدم الانزلاق إلى ما لا يليق بقيام الشعب القطري ومبادئه بالإضافة إلى إدراك الشعب القطري خطوة الحملة على وطنهم وأهمية التكاتف والتلاحم فيما بينهم ومع قيادتهم وإذا عدنا إلى أسئلة لغة النص في الصفحة الثالثة والسبعين وإلى السؤال الثالث تحديدا والذي يقول حدد المعنى السياقي لما تحتو خط في العبارات الآتية من النص العبارة الأولى أثبت شعبنا أنه أهل له والمعنى السياقي لكلمة أهل هنا هو مستحق ولاحظ عزيزي الطالب أنني أستطيع أن أستبدل كلمة أهل بكلمة مستحق دون أن يتغير معنى العبارة أثبت شعبنا أنه مستحق له العبارة الثانية نحن مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمارات والمعنى السياقي لكلمة مدعوون هو مطلوب منا أو مهيئ لنا العبارة الثالثة وتقوم على استمرار الروح التي أظهرها القطريون في هذه الأزمة والروح هنا معناها السياقي العزيمة والإرادة السؤال الرابع في الصفحة الثالثة والسبعين ذاتها ورد في نص الخطاب وها أنا أتوجه إليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزة وكرامة ولقد وجهت الحكومة للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤية بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي المطلوب وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار ألف قارن بين معنى أتوجه ووجهت في الفقرة السابقة صحيح أتوجه معناها أخاطبكم وأتحدث إليكم أما وجهت فمعناها أمرت السؤال الأول في الصفحة الثانية والسبعين من أسئلة لغة النص يقول اختر الإجابة الصحيحة وضع خطا تحتها فيما يأتي العلاقة اللغوية بين الكلمتين التي تحتهما خط في قوله أود أن أشيد بما تبدون من تكاتف وتلاحم هي الترادف أم التضاد أم المقابلة أم الاشتراك اللفظي صحيح العلاقة اللغوية هي الترادف أما مضاد كلمة البناء في قول الأمير والمبادرات البناء فهو المتناقضة أم السلبية أم الهدامة أم المتسرعة تماما إنه الهدامة أحسنتم جميعا والآن ترى ما هو الغرض من خطاب سمو الأمير صحيح لقد صرح سموه بالغرض من خطابه في الفقرة الأولى من نصه حيث قال ونتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي أثبت شعبنا أنه أهل الله وبهذا ستستطيعون الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الفهم والتحليل في الصفحة الرابعة والسبعين وبهذا أيضا سنكون قد أنهينا الهدف الأخير من أهداف درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس قيم ومواقف من خطاب صاحب السمو أمير دولة قطر وأشكر لكم حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر